موسيقى 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 ما هو روح ضد المسيح؟ أهلا أحباء المشاهدين أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة بث مباشر عن موضوع عن روح ضد المسيح ما هذا الروح؟ ما المقصود من هذه الكلمة؟ وفعلا هل بنعيش هذه الأيام بما يسمى أنتكرايست أو روح نظام ضد المسيح؟ رح نشوف بعد قليل عن هذا الموضوع بشكل أكتر اليوم أو في هذه الأيام فيه هجوم شرس جداً حرب شعواء ضد كنيسة المسيح وبصراحة الحرب من الداخل ومن الخارج من الداخل في كتير ناس مسحيين بعلموا التعليم يعني فيها رياح التعليم مش بالحق مية في المية لكن برضو بتشوف من ناحية أخرى في أمور عم بتصير في هذا العالم ليس إلا ولا مجرد أنه أنت مسيح أو أنت مؤمن بيسوع المسيح لما بتبتدي تحكي مع الشخص عن حياة وجمال وأخلاقيات المسيح طبعاً كل يعجب لكن برضو في داخل إنسان فيه عداء فيه كراهية فيه شيء ضد المؤمن المسيحي وأنا بتكلم مش على الدول مثلاً دول عربية ولا دول مثل الصين وشمال كوريا أنا بتكلم حتى عن نفس الروح اللي هي في الغرب صار كل شيء ما هو يقاوم ومضاد لروح المسيح عم بتشوفه في هذه الأيام مثلاً عم نشوف القتل والذبح بالصواطير في نيجيريا بوكو حرام عم بيقتل مسيحيين عم بيهاجم قرى كاملة بأكملها ومش بالرصاص يعني بيفوتوا عليهم بالمشاتة في السطورة في البلطة في الصواطير وبيقطع أجسادهم وهذا واضح يعني علناً والأغرب من هذا إنه ممكن شخص في مكان آخر يقتل أو يكون من عرق أو من لون معين كل أخبار العالم وكل أخبار الدنيا يعني يجن جنونها على هذا الخبر وطبعاً بالحق إنه إحنا جماعة ضد الظلم وضد أي شيء ضد أي شخص ضد العنف إجمالاً لكن اللي عم بيصير مع المسيحين مثلاً في الغرب عم بينكروا موضوع الصلاة والكتاب المقدس وعم بينكروا عم بيعملوا الإجهاد والشزوز الجنسي وكل هذه الأمور عم بيقولوا لأ الله ابعد عنا وبنفس الوقت بتشوف روح مضادة لكل شيء فيه شيء مسيحي حتى الأفلام بتشوف أفلام عن يسوع المسيح بيتجرقوا إنه يعمل أفلام شازة عن يسوع أفلام اللي هي ضد هوية يسوع المسيح بتجي تقولوا طب شمعنى أنا كنت بتعمل فيلم عن يسوع مع إنه بشهادة الجميع هو أعظم شخصية مثال للأخلاقيات شمعنى ما بتعمل على أي نبي آخر اللي ممكن تلاقي البلاوة في أي دين أو أي نبي آخر فإذا واضح إنه فيه روح ضد المسيح نظام عالمي ضد المسيح وهذا ما أريد أن أتحدث عنه في هذا الوقت ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي المشاهدين السؤال ما هو روح ضد المسيح اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس تعرف حباء الشيء الجميل في كلمة الله إنه حتى الأشياء اللي بتصير مستقبلا مذكورة في صفحات الكتاب المقدس بعهديه بالعهد القديم وفي العهد الجديد يعني حتى لا يفاجأ المؤمن حتى يكون مستعد لمواجهة كل هذه الأمور اللي بتحدث في هذه الأيام في البداية خلينا أقرأ عن هذا الروح ضد المسيح من كلمة الله في رسالة يحنى الأولى إصحاح 2 ومن آية 18 يقول الرسول يحنى أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة وهي بتعني كمان الساعة أخيرة لأنه الأمر بيتكرر من وقت الرسل من وقت التلميذ بيحكوا عن الأيام الأخيرة الساعة الأخيرة يوم الرب إلى آخره بس هون بيتكلم بفعل متكرر هي ساعة أخيرة وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي يعني مستقبلا معروف في التعليم الكنيسي أنه في يوم من الأيام قبل مجيء المسيح العظيم رح يجي مسيح دجال مسيح كذاب له مسميات كثيرة مسكور في سفر دانيال ومسكور أيضا في سفر رؤية ومسكور طبعا ضمنا في هذه الآية ومسكور أيضا في تسالونيكي الثانية هذه المسميات يسمى الوحش أو ضد المسيح أنتي كريست بالكابتال إي يعني بتتكلم عن شخص بالمفرد شخص شخصية لكن هنا بيتكلم على أضاد المسيح هذا الشخص اللي بيتكلم عنه مستقبلا هو بسميه سفر رؤية صحاح 13 الوحش الطالع من البحر هو تجسيم للشر ويستمد قوته من الشيطان مباشرة يعني هو تجسد للشيطان بشكل إنسان بشكل جسم إنسان بيجي أولا كرجل سلام بحاول يوحد العالم تحت راية وحدة وبحاول يبني اقتصاد العالم يكون اقتصاد موحد وهون هذا الاقتصاد كأنه هو العلاج هو الحل لاقتصاد العالم عنده قوة عسكرية لأنه منشوف في سفر رؤية بيجمع جيوش بيحشد الجيوش حتى يحارب المسيح وشعب الرب ثم أحبائي هذا الشخص كارزماتي جزاب بالحديث وأيضا بيتكلم بتجديف ضد الله على ما يبدو أنه كان عنده جرح مميت يعني مات وظهر أمام الناس فالناس صارت تعبد وتقدم العبادة لصورة هذا الوحش يسمى رجل الإثم أو إنسان الهلاك وهكذا مسميات كثيرة ونهايته طبعا هذا الوحش أو الأنتي كرايست أو المسيح الدجال أو رجل الإثم أو ضد المسيح اللي هو ما هو مناقد ومعاند ورافض للمسيح نهايته بحيرة النار المتقدة بنار وكبريت فأحنا مش متكلم عن ضد المسيح بالمفرد اللي هو الوحش اللي رح ييجي في آخر الأيام واللي رح يكون مجيء طبعا رح يعمل سوبر ناتشل يعني رح يكون زي سوبر مان رح يعمل آيات خارقة اللي يبهر فيها الناس حتى يضل كما يقول كتاب إن أمكن المختارين لكن احنا بنتكلم على نظام على ضد المسيح على روح روح شرير سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعلمونه وأن كل كذب كذب ليس من الحق من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا ثم أحبائي في رسالة يحنى الثانية آية سبعة مكتوب لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد هذا هو المضل والضد للمسيح هذا هو المضل المضل والضد للمسيح من هذا نستطيع أن نستنتج أن هذه الروح روح ضد المسيح لا تعترف بيسوع أنه جاء في الجسد وأنه هذا الروح أحبائي هي ضد المسيح وأنه هذا الروح هو روح ضلال يضل الناس وفي إنجيل أو في رسالة يحنى إصحاح 2 اللي قرأتها مكتوب أنه من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح يعني المخلص الوحيد الملك الوحيد الطريق الوحيد هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن فإذا ما هو روح ضد المسيح هو الذي ينكر أن المسيح جاء في الجسد ينكر أنه ينكر الإبن وينكر الآب أيضا ينكر يسوع أنه هو المسيح هذه المواصفات في تعليم أو روح ضد المسيح هذا الروح ضد المسيح هو إنكار بما معناه لكل العقيدة المسيحية فإذا ينكر مجيء المسيح في الجسد فلذلك ينكر قيامة المسيح في الجسد ينكر الإبن يعني يسوع المسيح فلذلك ينكر الكفارة ينكر أن المسيح جاء في الجسد يعني أنه إنسان كامل ولهوت كامل أي أنه ضد بل ينكر الفداء الكامل اللي تم من خلال يسوع المسيح وإن كنت تنكر إنه الإبن اللي هو يسوع المسيح المخلص إبن الله الحي فأنت تنكر الآب الذي أرسل المسيح فهنا بحاول يعمل تميز يعني بين الإبن وبين الآب كأنه يعني شيء يعني بيختلف أحده مع الآخر كأنه شيء مصغر كأنه فيه مرتبية لكن نحن نعلم بالعقيدة المسيحية إنه المسيح مساوي للآب وهو واحد مع الآب في الجوهر فإذن لا تستطيع أن تأخذ شيء وتلقي بالشيء الآخر ضد الآخر فهذه الأمور اللي هي ابتدأت في أيام الرسول يحنى ابتدأت مظاهرها في الكنيسة الأولى ويحنى الرسول حارب هذه البدعة حارب هذا العلم الكاذب حارب هؤلاء الناس الذين يدسون بدع الهلاك حارب هذه الجماعة حتى إيش يثبت الحق الكتابي يثبت الحق الإلهي هذه كانت إرسالية يحنى فإذا هذا الروح هو روح شيطاني اللي بيتكلم عنه في تيموثاوس الأولى إصحاح أربعة والآية الأولى يتبعون يعني أرواح وشياطين مضلة يعني أرواح كاذبة وشياطين مضلة وهذه الأرواح والشياطين الكاذبة هي مجسمة في المعلمين الكذبة والأنبياء الكذبة اللي بيتكلموا من الأرض للناس مشان هيك الناس عم ابتقبلهم لاحظ ما يقول الرسول يحنى منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا من الأصل يعني مش مولودين ثانية لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا ثم قال الرسول بولوس ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية لاحظ بولوس كان بيتكلم لقصوص أفسوس كان بيتكلم لخدام الرب بولوا ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذب التلميذ وراءهم أعمال الرسل إصحاء عشرين آية تلاتين في آية تسعة وعشرين شو بسمي هاي الجماعة ذئاب خاطفة لتشفق على الرعية وهل شفت ذئاب تحيط بخروف وكيف تمزق الضحية ما في أي رحمة ولا في أي شفقة بيتكلم عن هاي الناس اللي حتى لو كلامهم مع السول حتى لو كلامهم يعني يظهر أنه منطق لكن بالحقيقة عم بيبثوا سموم في الناس الرسول يحنى عم بيحارب هذه البدعة ويقول منا خرجوا يعني كانوا منا لكنهم لم يكونوا منا في الأصل والرسول بولوس يقول ومنكم أنتم من خدام الرب سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا لأنه دايما عندهم الكارزمة ما هو اللي بيسلك في الجسد عنده الكارزمة عنده الجاذبية عنده القابلية حتى يقنع وحتى يضل طبعا الناس اللي مش ملياني مش ثابتي بكلمة الله لكن برضو يحنى بيتكلم بالمقارنة مع المؤمنين وأما أنتم فلكم مسحة مسحة من القدوس يعني فيك الروح القدوس وتعلمون كل شيء لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعلمونه وأن كل كذب ليس من الحق بعدين بقول على هذه الجماعة من هو الكذاب والكذاب هو الشيطان اللي في يحنى قال عنه يسوع هو كذاب وأبو الكذاب وهو أيضا كان ذاك قتالا منذ البدء من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن ثم يقول بشكل واضح بدون أي مسايرة بدون أي مساومة بدون أي تهاد على حساب الحق الكتابي يقول البشير يحنى كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا تعرف حبائي الله بطالبنا بالحذر بالانتباه باليقظة الله بطالبنا بالصحوة الروحية ولسيما في هذه الأيام ليه لازم نكون صاحين حتى نحمي عائلة الرب احنا عيلة واحدة المؤمنين لاحظ في مخادعين كثيرون في بطرس الثاني صح الثاني والآية الثاني مكتوب معلمون كذبة يدسون بدع هلاك وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم ورسول بولوس بيتكلم في اعمال عشرين كنيسة الرب التي اشتراها التي اقتناها بدمه يعني كلفت دم الرب يسوع المسيح اشترى الكنيسة وهون يتكلم انه نحذر من هذه الجماعات انهم معلمون كذبة وانبياء كذبة يدسون بدع هلاك وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم هؤلاء هم الضاد للمسيح فإذن ضد المسيح احنا قلنا في شخصية في آخر قبل مجيء الرب اللي هو الوحش المسيح الكذاب او الدجال رجل الاثم الوحش لكن هم يتكلم على انظمة روحية ارواح شريرة كلها عم بتكمل بتقود لمجيء واستعداد هذا الرجل رجل الاثم اللي بيسميه الكتاب الوحش فإذن احبائي منشوف انه فيه اضاد بالديانات والهرتقات والبدع وحتى في الانظم السياسية والدينية التي تحارب يسوع المسيح وإلا ما هو تفسيرك للمسيح الكذاب اللي عنده السلطان ان يوحد العالم يوحد اديان العالم ويوحد شعوب العالم تحترايه وحده يا ان بتكون مع المسيح الكذاب او الدجال او تقتل او تقتل وطبعا كتير ناس بيسألوني خايفين مرعبين شو رايك في في 5G5 وإيه رايك انه راح يحطه في الجسم حبة روز اللي فيها يعرفوا كل شيء هاي مش هذي علامة الوحش احبائي لا نتسرع بالأجوة تعرفوا انا بتذكر انه لما طلع الراديو قالوا انه هذا الوحش لما ابتدأت التلفزيون قالوا هذا الوحش لما طلع الكريدت كاردز الفيزا والماستر كارد قالوا هذا الوحش فكل فترة احنا في عصر السرعة وعصر انه بحاولوا ما يكونش حتى اي دعام ليو يكون تسهيل لكل شيء ما يكونش حتى في كاش ما فيش عملة بحيث انه تكون ترول يكون سيطرة كاملة على كل شيء عاوز انبهك من هذا الموضوع لا تخف اذا انت مؤمن مش لازم تخاف ولا تكون مرعب اوه راح يحطوا حبة رز في الجسم ما يحطوا الف حبة رز في الجسم ما بيعنيني فيش اي انسان بيقدر يغير قلبك فيش اي انسان بيقدر يلزم ارادتك لما بيجي بوقت المسيح الكذاب او الدجال نظام اللي هو فيه تعاليم في هذا التعاليم انت يا بتكون معاه يا بتكون ضده والنتيجة موت مشان يك رح يكون فيه استشهاد مشان يك رح يكون فيه موت من مؤمنين كثيرون فانت مش لازم تخاف وبالعكس اللي فيه الروح القدس مش خايف بقول لكم المسحة يعني الروح القدس اللي هو عارف زي بيعطيك صمام او امان انظار جرس انظار يعني انت رح اتميز بتميز الحق من الضلال فالفكرة هون دعوة انك تتعمق بالمسيح تتعمق بمعرفة يسوع المسيح فما تركزش على التوالي وعلى كل هذي الامور اللي بتصير او يعني رح جاي المسيح ورح يعني يعمل ما يعمل فش اي شخص شخصية في العالم كله بيلزمك سواء بحبة رز ولا بكرت ولا باي شيء لتشب انا بتكلم عن تشب اللي بدخلوه في الجسم الناس مرعوب الناس خايفي اصلا اذا انت خايف انت غير مسيحي انت غير مؤمن لانه في شيء اسمه ارادة بهذه الارادة انت تخير مثل المؤمنين الاوائل اما ان تنكر المسيح او الموت فاذا ادى ان الموت فليكن احبائي لكن لا تتصرعوا ما تهكلش هم هذه الامور عندك انت اذا بتحب عيلتك وتحب الناس طب حكينهم حبيبا عن يسوع بشر الناس عن الغضب الاتي حكيلهم عن محبة الله يعني محبة الله من خلال يسوع هو مش عاوز يهلك اي انسان فمنركز على ناس كل واحد بيتفلسف وبيتكلم بطريقة بيستخدم الفيسبوك بيستخدم الميديا للأسف كتير اشياء على الفيسبوك ما فيها محاسبة ما فيها مصداقية كل واحد عاوز يحكي اللي بديويته كان كل واحد ان يعمل محاسنا في عينيه مثل سفر القضاء يعني لا سلطة دينية ولا سياسية ولا اي شيء خلي بالك العالم كله كل ديانات العالم رح تتوحد حتى الملحد واللاقادر كل الناس بيكل حتى البدع المسيحية كلها رح تتحد ضد المؤمن المسيحي فاذا ما في مسايرة بس الرسول بولوس بقول المسحة فيكم ثابتة هي تعلمكم كل شيء روح القرى الساكن فينا الله اعطانا حكم حتى نرد على كل معاند على كل مقاوم ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة 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 إذا عندك أي مداخلة إذا بتحب تتواصل معنا هاتفيا أو بتحب تتواصل عن طريق الفايبر أو عن طريق واتس أب كمان الفرصة متاحة إذا عندك أسئلة فيك تكتبها على الفيسبوك أو على الواتس أب والأحبة رح يدخلوا لي إياها ورح نرد على تساؤلاتك وفي نفس الوقت إذا عندك أي مداخلة بتحب تكون معنا على الهوى الفرصة مفتوحة خلوني أقرأ من رسالة يحنى الأولى إصحاح أربعة من الآية الأولى أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم روح ضد المسيح سيأتي مستقبلا لكن نفس هذه الروح اللي بتعمل في المعلمين الكذبة والأنبياء الكذبة والنظام المزيف الكاذب بيعمل الآن يعمل الآن في هذا العالم هذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم هم من العالم من أجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم لاحظ بكرر الآية مرة تانية ليش؟ بتشوف أنه كل إزاعات الدنيا ممكن تنقل أي خبر صغير طالما بناسب بناسب نظامهم الديني والسياسي لكن إذا في شيء بيتعلق بالإيمان بهوية يسوع المسيح بتلاقي حتى الناس بتموت وتحصد الأرواح ما حدا هامه أي شيء للأسف العالم عم بتبح والكنيسة أخاف أقول الكلمة في السبات بس كلمة طال يعني كنيسة الرب رح تبقى ناهضة وعندما أقول الكنيسة سامحوني أقصد بكل طواقفها التي تؤمن بقانون الإيمان المسيحي لازم نصحها خلص كفا كفا لازم نصحها لازم ننتبه العالم بيحتاج الكنيسة ربنا مبارك العالم وعم بأجل الضربات على هذا العالم بسبب الكنيسة بسبب صلوات الكنيسة إذا إذا يد الله تفعت من هذا العالم العالم يعني كل شيء متماسك بالرب يسوع إذا الرب يسوع شال إيده كل الكواكب كل هذا العالم رح يكون فوضى كاملة فوضى عارمة وهذا اللي بتشوفوا اليوم بداية في كتير دول في الفوضى السياسية والفوضى الدينية وكل واحد عاوز يعمل ما يحلو في عنيه فالعالم يحب خاصته وبيدافع عن خاصته وبيستشرس ممكن يدبح ويقتل شيء خاصته لكن المسيح مش بحاجة لدفاع لأن كل شخص سامعني رح يتوقف أمام يسوع المسيح أنت مطالب ولو يا عم بسيطة أنا بدعوك أنك تقرأ الكتاب المقدس مرة وحدة أقول لك رح تنازل اقرأ العهد الجديد كله ألا أديك يعني أكم يوم فيك تخلصه اقرأ العهد الجديد كل ياته وبعدين أنت بعذر تقول لا فيه إشي ما ما كانش فيه إعلان طب بلاش بديش أقول لك بس اقرأ أنا جيل الأربع على اقرأ العهد الجديد ورح تكتشف الحق أحبائي مكتوب هذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم هم من العالم من أجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم إن شاء الله بعد يعني أكم أسبوع أنا عم بجهز عن ما هي مواصفات الدياني الأرضية ورح تستغرب رح تستغرب من هذا الموضوع رح يهزك رح يزعزعك لما بتشوف شو اللي عم بصير في هذه الأيام مرة تانية صدقني الحق حالك بس اقرأ العهد الجديد بترجاك بترجاك اقرأ العهد الجديد والرب رح ينور عينيك وتشوف قوة يسوع المسيح هم من العالم من أجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم نحن من الله فمن يعرف فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال نعرف روح الحق من روح الضلال الرسول يحنى بقول لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله وهذا حق مش كل واحد بيجي بأي كلام وبتعرفوا انه البدع ورياح التعليم للأسف بتبلش في القيادات اذا انت عاوز تكون مسيح انا حكيت للفيسبوك شوف الحلقة عن مسيحية المايكرويف اذا عاوز كل الطبخات جاهزة مجاهزة مش عاوز تلتزم مش عاوز تتعب مش عاوز تقرأ بدك معرفة تنفخ لكن مش المعرفة اللي بتغير هاي هي النوعيات الناس فانت بتسمع وبتتحرك وبتركض ورا فلان ورا المرنم ورا المتكلم ورا ورا وانت مش عم بتنمو مش عم تنضج روحيا هون بيتكلم عن تمييز الارواح والعملية واضحة في الاف بي اي قال لي واحد انه ما بيدربوك تتعلم الدولار المزيف تقعد سنين تتعلم شو هو الدولار الصحيح بحال ما تشوف دولار مزيف على طول تعرف انه دولار مزيف المؤمن المنغمس والممتلئ من روح الرب والمشبع بكلمة الله واللي ساكني كلمة الله فيه بقوة الروح القدس على طول على طول بميز بسرعة بيكتشف لانه في جهاز اسمه مسحة القدوس الروح القدس فيه جهاز فيه جهاز امان فيه جرس بيخبط بيضرب اشارة حمرة اوه انتبه اسحى اه تتنزلش يعني لدرجة يحنى بيتكلم لا تقول لهم سلام لانه بتخاف انه تشترك في اعماله ولا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها احبائي روح ضد المسيح هو روح روح شرير هو روح شرير الذي بالاول بيترك شركة المؤمنين كانوا مننا وخر منكم رح يطلع منكم قوم رح يكونوا ذئاب خاطفة مش رح يشفقوا على الرعية فهاي اولا بيتكلم عنهم هؤلاء كانوا في الكنيسة بس بالحقيقة مش مولودين من الله هاي الجماعة بتقول لي مظبوط صدقني مظبوط هو الرب مش حكى في في مثل العذارة الحكيمات والعذارة الجهلات الكتاب المقدس مش بيتكلم يسوع يسوع الرب بتكلم عن مثل الحنطة القمح والزوان وبكونوا مع بعض لحد يوم الدين للحصاد يعني اه رح تشوف مليان بالكنيس وناس فنانة تجار دين بالدس بدع وهلاك حتى تضل ان امكان المختارين بس شو مواصفاتهم انه كانوا من جوا هو اصلا المسيحي صدقني كل عظمة الرومان وكل شراستهم وكل الدبح اللي قاموا فيه يطعموا اجساد المسيحيين للحيوانات المفترسة يغلوهم بالزيت يعلقوهم على الصلبان يعملوا ما لا يعمل فيهم اطفال نساء رجال كلهم لم ينكروا يسوع المسيح كل ما حاولوا يعملوا ولا مرة كانت الكنيسة تهزم من الخارج بالعكس الكنيسة اثبتت انه كل ما ازداد الاضطهاد وكل ما اشتدت الحرب ارتد العدو باندحار احبائي يعني لازم ننتبه لازم نصحه فالمشكلة تبعدنا كمؤمنين حقيقيا انا بتكلم للمؤمنين مشكلتنا مش العالم ولا الديانات ولا الانظم السياسية لانه قوة يسوع المسيح المؤمن اللي فيه الروح القدس يستطيع ان يرعب كل ابالسة الجحيم احبائي انتم من الله وقد غلبتموهم لانه مسحة الرب ثابتة فيكم فالمواصف الاولى لهاي المضلين والانبياء الكذبة انه فعلا للأسف كانوا جوا كانوا داخل الكنيسة وبتعرفوا سامحون احنا مرات الكنيسة الانجلية عنا بلاوة رح تزعلوا منا نعارف فينا صح تزعل عارفين ليه يعني مرات منفقد المصداقية انه كل واحد عاوز يعمل مش عاجبه اجتماع ممكن يعمل اجتماع تاني اه بتقول لي حري مزبوط في مرات يعني فيه يعني فيه ظرف اللي بتسمح لكن الاغلبية يعني كأنه فقدنا المحاسبة وفقدنا المصداقية طب ما نمشي على تعليم الكتاب المقدس ما نمشي على تعليم الرسل هذا اللي بحافظ علينا بس دايما كل المشاكل والبلوة بتبتدي من جوا البدع بيتحولوا لذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية فاذا كانوا مع شركة المؤمنين للأسف خرجوا عن شركة المؤمنين في شيء بالكنيسة المسيحية اسمه التأديب الكنسة وهذا الشيء قل ما ما يمارس ولسيما في هذه الأيام لأنه إذا كنيسة فرزت شخص من الكنيسة لمشكلة أدبية أو لهوتية أو أخلاقية ممكن الكنيسة التانية تقوله تعال حبيبي مش مشكلة تعال عنا فإذا بطل فيه محاسبة فالكنيسة إذا فقدت مصداقيتها خلينا أقولك يا بالكلام الكتابي إن فسد الملح فبماذا يملح إن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون إذا الشهاد المسيحي عدمت شو مصير العالم من حولنا يا كنيسة إصحي يا مؤمنين إصحوا في هذه الأيام رسالتنا رسالة المحبة المحبة أقوى من الكراهية رسالتنا رسالة السلام السلام أقوى من العداء رسالة المصالحة رسالة الخير رسالة البركة رسالة الرجاء والعالم في أمس الحاجة للكنيسة المسيحية إذا قاعدين منتعزة في بيوتنا وكنيسنا وأنلاين وعلى الفيسبوك وكل واحد نازل في كلام بكلام وإحنا مش عارفين شو عم بيصير في العالم صدقوني كتير أغلب المسيحيين ما بيعرف شو عم بيصير في العالم ما بيعرفوش حتى شو الشخص التاني شو إيمان شو عقيدته بيعرف شو الأخبار اللي عم بتصير مش عم بيميز معندوش التمييز ولا حتى الحس الروحي يعني شغال بنفسه على نفسه وناس العالم من حوالينا أحبائي هذا خطر المشكلة دايما من جو اللي بيترك شركة المؤمنين مشان هيك كان تهديد الكنيسة لما بيفرزوا شخص بسلموا للشيطان لهلاك الجسد حتى الروح تخلص بتصير موضوع تاني مش عاوز أخلط بس كتير مرات ناس لما بتترك الشركة فقدت خلاص فقدت القوة فقدت صمام الأمان فقدت الحس فقدت الروح اللي اللي بيرشد واللي بعلم إذا كنت إنسان مولود من الله لابد إنه الله بشكل أو بآخر يجيبك رح يأدبك بأي وسيلة رح يجيبك بس إذا إنت عايش في الكنيسة ومش مولود من الله خطر مشان هيك اليوم إن سمعتم صوته فلا تقس قلوبكم الحالك قل له يا رب ارحمني يا رب ارحمني صدقني عاوزين نصلي من أجلك وعاوزين نساعدك رحيا بس اكتب تواصل معنا شيء آخر لما بيترك الشركة المسيحية أنا بتكلم عن الآيات اللي قرأتها في رسالة يحنى بشكل عام لما بيترك الشركة بصير ينكر الإيمان وبيوصل إلى وضع مش بس بينكر بقاوم بقاوم هذا الإيمان وقمة هذه المقاومة شيء ثالث يخدعون المؤمنين يعني بصير يشتر حتى على المؤمنين حتى يخدع الناس اللي داخل الكنيسة الناس اللي داخل الكنيسة لكن برسالة يحنى بيعلمنا كيف ممكن المؤمن يثبت عنده مسحة القدوس المسحة ثابتة فيه الثبات في الشركة الثبات في الكلمة والثبات في يسوع المسيح والروح القدس الساكن فينا هو اللي بحذرنا انه ننتبه من الأمور اللي بتحدث يعني الأمور اللي عم بتصير من غير ما تنتبيلها او تحذر منها سأعود احبائي بعد هذا الفاصل القصير موسيقى ترجمة نانسي قنقر ما هو روح ضد المسيح احنا شفنا في رسالة يحنى الأولى وهي كلمة ضد المسيح موجودة اكسكلوزي في رسالة يحنى رسالة يحنى اصحح اتنين رسالة يحنى اصحح اربعة ويحنى التانية آية سبعة هذه الاربع شواهد المسكورة فقلنا ضد المسيح في آخر الأيام رح تيجي شخصية اللي فيها تجسيم كامل لكل ما هو شر لكل ما هو خداع لكل ما هو انكار لهوية يسوع المسيح وهذا الروح الشرير او هذا ضد المسيح المسيح الدجال ارساليته بكل بساطة هو حل فك تواندو ارسالية يسوع المسيح يعني بكرر الجملة مرة تانية عشان المؤمنين يكون عندهم تمييز ارسالية ضد المسيح هي ارسالية حل تواندو فك ارسالية او المشن تبع يسوع المسيح بكلمات مبسطة انه ضد المسيح وكل ما يحمل من انظمة ادبية اخلاقية سياسية دينية من كل ما هذا هو كله يعمل ضد نظام يسوع المسيح ضد كنيسة الرب اللي هي بكل بساطة جسد المسيح على الأرض ورسول يحنى بعلمنا انه هذا الامر مش ابتدى من اليوم بقول هي الساعة الاخيرة يعني من ايامه ابتدى هذا الشيء ومنشوف نبوات بتحمل في طياتها هذا التعليم وبتشوف هذا التعليم يعني مضمون او مضمن بشكل او باخر في انجيل متى صحح 24 يتكلم عن مسحاء كذبة وانبياء كذبة ان امكن يضل حتى المختارين وهكذا في انجيل مرقص اسحاح 13 فاذا هذه هي ارواح شريرة بتعمل من خلال انبياء كذبة ومعلمين كذبة ليدسوا بدع هلاك ويبعدوهم عن الحق الالهي عن الحق الكتابي اللي هو يسوع المسيح هاي البدع اللي ابتدأت في ايام يحنى ابتدأت فلسفات اولا فلسفات فيها مندمجة بعدة فلسفات بس الفلسفة الاساسية باعتقد هي فلسفة افلاطون اللي كان بيتكلم عن الثنائية شو الثنائية بيتكلم عن الجسد اللي هو مادة والمادة شر والروح هو الخير فاذا هو كل خير هاي المجموعات اتقبلت هذا النوع من الفلسفة افلاطون والفلسفات المعاصرة في ايامهم وطلعوا بشيء ما يسمى دعاة المعرفة المعرفة اللي بسموها النوستيكس أو نوستيسزم بالعربي الغنوصية وهاي الغنوصية كانت بدايتها فحاربتها الكنيسة الاولى في القرن يعني في ايام يحنى وفي القرن التاني والقرن التالت لحد دي تبتداء المجامع الكنسية من مجنع نيقية لما حاربوا البدع وثبتوا العقيدة المسيحية اللي هو قانون الإيمان المسيحي اللي كل يوم لازم نردد وإحنا كمسيحيين يوميا لازم نردد هذا القانون هاي البدعة انتشرت في الكنيسة الاولى جماعة ادعوا بالمعرفة وهاي المعرفة صار في لها للشامبيونز يعني الرجال بتوعتهم اللي طلعوا عن النص وابتدأوا يدخلوا فلسفات غريبة وفلسفات كثيرة من هذه الفلسفات طبعا مجي يسوع المسيح في الجسد ما هو لا يعني صارت بدل ما نحكم العقيدة من كلمة الله أصبحنا نحكم على كلمة الله من خلال العقيدة اللي أنا بآمن فيها واليوم على فكرة المسيحيين نحن كمسيحيون كل الطوائف بعدنا منحارب بعد موضوع العقيدة العقيدة هي اللي بتحكم الكلمة يعني مرات لدرجة مثل ما قال يسوع أبطلتم وصايا الله بتقليدكم فإذا منسير نحارب عن العقيدة منحارب بعضنا البعض في العقيدة بدل ما أقول حبيب أنت أخوي أنت أختي تعني نرجع على كلمة الله مش كلمة الله هي السلطة شو ما بتقول كلمة الله حاضر سمعا وطاعا يا رب شو هاي البدع صار في جماعة معينة اللي عندهم زي أصرار حاجات غامضة ما بيعرفوها اللي فيها إلا إلا جماعة دعاة المعرفة النوصيسن فمن هذه الجماعات وصلوا إلى حالة التصوف يعني صاروا يزيدوا أو يضيفوا على كلمة الله لأن حتى تناسب وتناسق الفكر بتاعهم وهذا التصوف حتى يناسب العقيدة بتبعتهم فيدخلوا إشياء بيحشوها حشوة عشان إيش تثبت أفكارهم هذه البداعة لما ابتدأت بإنكار المسيح مجيء في الجسد معناته هذا بقود إلى إنكار العقيدة وحي الكتاب المقدس لأن الكتاب في النبوات العهد القديم والعهد الجديد تتكلم عن يسوع المسيح وعن عمل يسوع المسيح بتنكر الميلاد العذراوي لأن المسيح لازم يكون إنسان كامل بلا خطية فإذن بهاي الحالة بينكر الكفارة وأنه بصير موضوع الكفارة في شيء وهم رسالة فكرية ممكن إحنا نستفيد منها وفيها رمز روحي عميق اللي أنا بتعلمه فإذا أنكرت مجيء المسيح في الجسد فإذن أنا أنكر أيضا قيامة يسوع المسيح في الجسد وإن أنكرت قيامة المسيح في الجسد وأنكرت مجيء المسيح في الجسد أصلا شو بإيه شو الغرض من الموضوع فأنا أنكر الصليب وأنكر الفداء وأنكر الكفارة أيضا ثم هذه أو بعض من الجماعة مش كل الغنص مهي موضوع شائك بعض من الغنصية شو قالوا لأ إذا أنت بدأك تحط اللهوت اللهوت جاء يعني روح المسيح روح روح المسيح حل على المسيح في المعمودية طبعا الدليل تبعهم أنه الروح القدس جاء بهيئة حمامة والروح روح المسيح أو روح الرب فارق يسوع المسيح في الصليب عندما قال إلهي إلهي لماذا تركتني لما بتسمع هاي البدع هو نفس الكلم نفس الشيء ينكروا الصليب وينكروا اللهوت وينكروا الثالوت ومجيء المسيح في الجسد وإنكرنا مجيء المسيح في الجسد فهو شخصية آه هو كان شايفينه عارفينه عم بيمشي بناتهم بس ما هواش جسد مادة بعدين طلعت فئة ثالثة هو فئة رابعة وخمس وثادي وعاشرة ومية كمان بس طلعت فئة تانية طب ما هو أصلاً الجسد مادة والمادة شر فلنأكل ولنشرب وغدا نموت يعني زي الفلسفات المعاصرة في أيام بولوس الرسول فإذن طيب صار في ناس راح تلعشي أعمق طب خلاص طبعاً أنا ليش أتعب نفسي بلش يميزوا الخطيئة والإباحية والزنا هو أصلاً الله اللي بيهم الروح مش الجسد فالناس صارت تخطئ وتمارس الخطيئة ليه؟ لأن الجسد مادة والمادة شر فإذن يحنى عم بحارب هذه البدعة بقول هو الشاهد الوحيد اللي ضل نشكر الله لأن كل التلاميذ ماتوا فيحنى لما كتب الرسائل وكان في أفسوس وين طلعت هاي البدعة وكان كان بدير عدة كنائس منها الكنائس السبعة في السفر رؤية وكنائس أخرى وجزيرة باطموس لما كان في المنفى فقول يا جماعة احنا شفناه بعينينا لمسناه بإيدينا أكلنا وشربنا معه وحنا شفناه واختبرنا يعني بشكل واضح فهون ضحض كل هذه البدعة الغنصية اللي بترفض لأنه لازم يكون في إنسان كامل ولهود كامل حتى يقوم في موضوع يقوم في موضوع الكفرة مثل ما بتلاحظوا أحبائي كل الموضوع كل هجومات العالم إلى يومنا هذا بيتعلق بشيء واحد بهوية يسوع المسيح كل الموضوع اللي بيسير من اضطهادات ومقاومات وأنظمة سياسية ودينية وأنظمة شريرة كله بيقاوم ما عندوش مشاكل مع الديانات تانية خلاص هم من العالم العالم يسمع لهم بس عندو مشكلة مع يسوع لأن يسوع عندو مطالب والمطالب إذا أنت ما كنتش مولود ثانية صعب تقوم فيها مشان هيك ناس بتيأس وناس ما بتخبر يسوع لكن بتيجي بتتعرف عليه وبتعرف شوية معلومات بعدين بتركوه بتركو الشركة بعدين بيصير يقاوموا بيصير يحاربوا بصير يدسوا بدع هلاك بصيروا يفترضوا أمور على هوية يسوع المسيح روح ضد المسيح أحبائي هو إنكار يسوع المسيح هو فيه نظام عالمي روح العالم شان هيك قال لا تحب العالم هذا من برا من جوه المعلمين الكذبة التجسيم لكل جزيف أحبائي هذا التعليم هو اللي في آخر الأيام رح يقود لضد المسيح اللي هو شخص يقود للتمرد الأخير العالمي ضد الله روح ضد المسيح ما هياش جديدة ابتدأت من سقوط الشيطان روح ضد المسيح ما زالت حتى يومنا هذا وهي وراء كل تعليم وزيف وكل ضلال فيه قوتين بتعمل في العالم مثل ما ذكرت الحق من خلال الكنيسة بقوة الروح القدس وقوة الشر التي تستمد قوتها مباشرة من الشيطان شانك بقول في تمثاوس الأولى أربعة واحد تعاليم شيطانية فالمسيحيين يقتلوا والمسيحيين أحبائي عم بيسير فيهم كل ما يسير بسبب إيمانهم بهوية يسوع المسيح إخوتي وأخوتي هذه الأرواح أرواح تمرد أرواح عرافة أرواح شيطانية أنواع أرواح تنكر كل ما هو صالح كل ما هو في الكتاب المقدس معك يفرق أن المسيح كامل أخلاقياته كاملة حياته كاملة معجزاته كاملة تعليمه كامل كل الأشياء هذا الروح بكره المسيح طالما بكره المسيح حيقاوم أي شيء بيعملوه المسيح أنا بضحك لأنه لما بسمع الأخبار بتشوف اللي عم بيصير في أمريكا بتسمع كلمة أحدة دي هي ترامب مشانيك بيعملوا كل إشي في اسم ترامب أنا يعني طبعا بعيد التشبيح إنسان والإنسان ناقص لكن تصور بيعملوا كل شيء لأنه يسوع حق نور أي شيء أمام يسوع ببين تزييف ببين الضلال وهذا طبعا أحبائي التعليم مهم جدا ندركوا أحبائي عاوز أختم أنه اليوم كتير حتى من بدع اللي بتصير حتى داخل الكنيسة التوحديين يونتيريزم اللي هي ضد عقيدة التثليث شهود يهوى كريسشن ساينس العلم المسيحي واليهوط طبعا ينكروا الإبن والقاب والمسلمين ينكروا والكل بينكر سواء فعلا أو بروح العالم اللي عم بسود العالم أنا أسف جدا في موضوع كبير كبير لازم نخلصه لكن خلينا أقول جملة أخيرة حبائي أنت عاوز تتبع روح الحق ولا روح الضلال نور المسيح ولا ظلمة الشيطان عاوز تتبع يسوع ولا بلعال عاوز تكون في المسيح أو خارج دائرة يسوع المسيح عاوز تكون مؤمن إليك حياة أبدية إلى أبد الآبدين أم تكون هالك إلى أبد الآبدين في جهنم النار صدقني هذا مش كلامي كلام كلمة الله إذا علي أنا بقولك تعال للرب ما تضوع وقتك تعال يعني صدقني الرب حبك وهي كل العلامات اللي بحكي لكم إياها مليان علامات إذا بنقرأ في دانيال في كل إصحاح بتشوف العلامات عن الأنتي كرايست بشكل واضح جدا ليه بتأجل خلاصك ما هو بطل واحد يكفل لحظة إذا فيروس عمل ما لا يعمل في هذا العالم فكم بالحرنك تيجي ليسوع المسيح قل لي يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا بدعوك لحياتي بتوجك رب وملك على حياتي وبسلمك حياتي حتى تكون أنت المخلص الوحيد لحياتي إذا صليتها بحب أسمع منك ربي بارك موسيقى موسيقى